من هذا نتكلم على موضوع مهم جدا ايه هو التبديل والتوفيق ومبدأ العد ايه التبديل ايه التوفيق ايه مبدأ العد ايه الكلام ده مبدأ العد دوت هو عبارة عن طريقة بنعد بها طرق اي حاجة يعني ايه الكلام ده واحدة عنده اربع امصان وثلاث بناطيل ماشي عايز يلبس اميس واحد وبنطلون واحد وقدامه كم طريقة اي واحد من الامصان مع اي واحد من البناطيل يعني اربعة في تلاتة يطلع باثناشر طريقة طب واحد عنده أربع أمصان وتلات تشيرتين عايزي لبس أميس واحد أو تشيرت واحد آه يبقى قدامه كم حاجة ده أو ده يبقى أربعة أو tلاتة يبقوا كاما سبعة يبقى قدامه سبعة طرق يبقى دلوقتي بالنسبة لمبدأ العد فيه منه حاجتين فيه منه حالة ضرب وحالة جمع حالة الضرب لاما أقول لي حاجة و حاجة وحد حالة الجمع لاما أقول لي ده أو ده يبقى أو يعني زائد و يعني فيه طيب وما لقيت بديل وقيت توفيق؟ الفهم أن تتقول في التوفير أنه ناخد مثال بسيط كده عشان نعرف الدنيا ماشية زي لو قلت ثلاثة وخمسة وسببا دول تلات ارقام عايز أكون عدد من الرقمين مختلفين فممكن نقول ثلاثة وخمسين أو ثلاثة وسبعين أو خمسة وثلاثين أو خمسة وسبعين أو ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين مفيش تين ليه مفيش تين أنت قلت مختلفين يعني مختلفين ما تقوليش 33 ما ينفعش أقول 55 ما ينفعش أقول 77 مختلفين 1 2 3 4 5 6 6 طرق طب 6 طرق دي أقدر يبهب بشكل تاني إيه الشكل التاني ده اللي اسمه التبديل التبديل تبديل اللي رمزها ليام باكتب فوق العلم اللي هو العدد الكل اللي باختار منه باكتب تحت الدليل هختار منهم كم مرة طب هنا كلهم كم حاجة 3 مش 3 دي لأ عددهم 3 طب هختار منهم عدد مكون من رقمين 3 لم 2 اللي فوق اسمه العلم اللي تحت اسمه الدليل دي معناها عندنا في الرياضة أننا هضرب رقمين وراء بعض كبيرهم 3 عدد صحيح طب 3 في كم؟ 3 في 2 يطلع ب6 طرق ولو أنا عديت دول 1 2 3 4 5 6 طرق صح جميل بس لو جيت أقول لك مثلا بدل مهمة 3 أرقام عندي 7 أرقام أعيز أختار منهم عدد مكون من 4 أرقام أستنى 7 هتختار منهم عدد مكون من 4 بدل معامل كده وافضل أجرب بأيدي لا أعلى طول أكتب 7 يعني إيه 7 أختار منهم 4 يعني 4 أرقام وربعة دي كبيرهم 7 يبقى 7 في 6 في 5 في 4 1 2 3 4 ما انتهتش ب4 عشان دي 4 لأ ده أنا بدأت من السبعة وخدت 4 و4 وما اللي قلت 7 علام 5 يعني يبقى 7 في 6 في 5 في 4 في 3 إيه ده يعني إيه؟ عدد دول اللي تحت وبدايتهم أو الكبير اللي فيهم هو اللي فوق ده اسمه العلم ده اسمه الدليل دي 7 علام 4 طب جميل طب إيه الفرق بين التبديل دي بقى والترفيق الترفيق لو قلت فيه واحد اسمه محمد واحد اسمه محمد واحد اسمه علي عايز إيه؟ أنا معت تسكرتين للسينما وعايز أختار منهم 2 يروح يحضروا فيلم في السينما طب أختار مين؟ ممكن أختار محمد وإحمد أو محمد وعلي أو أحمد وعلي بس إيه ده يعني ما ينفعش حد يقول لي محمد وإحمد أو أحمد ومحمد؟ لا ما هي هي؟ يعني إيه هي؟ آه هي هي يعني هنا الترتيب مش مهم لكن في التبديل الترتيب مهم وده الفقر بالاتنين يبقى 53 غير 35 ده عدد وده عدد تاني لما ببدل بيطلع واحد غيره أبدل يطلعه غيره اسمه تبديل أما اللي هنا؟ لا ده محمد وإحمد أو أحمد وعلي أو محمد وعلي هما ثلاث تورة بس فدي بنهم مصلاب رمز قاف قاف يعني إيه؟ توفيل طب هما عددهم كم واحد العلم ثلاثة هتختامر إنهم كم واحد اتنين بس بالتوفيل فقوله يبقى إيه؟ يبقى هبدأ من التلاتة وهنزل مرتين إيه ده ده كده تبديل آه زي التبديل بالزبط بس إيه الفرق؟ إن أنا هقسم كمان يبقى التبديل ضرب بس التوفيق ضرب وإسم طب ضرب تلاتة في اتنين وهقسم على مين؟ المن أول لتنين لغاية لما توصل للواء يطلع الاتنين توحمه مع الاتنين يطلع تلات تلات والتلات توق دول هما وإحنا قلناهم محمد وإحمد أو أحمد وعلي أو محمد وعلي ده بالنسبة للتبديل والإيه؟ والتوفيق نفس الكلام لو بدأ المهمة تلاتة بقى لو كانوا عشرة ناس وأنا ما معيش ألا أربع تساكن عشرة ناس؟ ما عايش ألا أربع تساكن بس؟ آه بس خلي بالك ده هنا إيه؟ بدون تكرار مش هكرر واحد وبدون ترتيب بدون تكرار بدون ترتيب يبقى توفيق يبقى عشرة كاف هتختار منهم كامل؟ أربع يبقى أوله كده عشرة في مين؟ في تسعة في تمانية في سبعة عشان معنا وقفت عند السبعة واحد اتنين تلاتة اربعة أربعة بس عشان هو أقل أربعة وأبدأ تحت من الأربعة في تلاتة في اتنين في واحد وأحسب ده يشوف يطلع بك ده بالنسبة للتبديل والإيه؟ والتوفيق إيه الفرم من التبديل والتوفيق؟ التبديل بدون تكرار بس مع الترتيب التوفيق بدون تكرار برضو بس بدون ترتيب ده الفرم من التنين غير مبدأ العدد في جمع وفي ضرب الجمع لو إيه؟ لو أو والضرب لو إيه؟ لو و